اشتركوا في القناة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر وإن كنت من قبله لمن الغافلين اشتركوا في القناة 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 ماذا حل بيدك؟ ليس شيئاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا؟ اشتركوا في القناة 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 ماذا؟ اشتركوا في القناة 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 حتى الآن كنت مرغما أمن لي مكانا أكثر بساطة حسنا سيدي إن صبرت علينا قليلا فسأعمد بمساعدتي بناروس ونميسابو إلى تأمين مكان بسيط لكم اليوم تحديدا قموا بإرسال الرسل إلى أرجاء مصر ودعو حكام المدن ليحضروا إلى مدينتي طيبة أريدكم أن تحضروا أيضا بعض معماريين مصر القدرين يجب أن نبدأ ببناء المخازن بأسرع وقت أمرك مطاع علي المقام يجب أن تبنى سبعة مخازنة في طيبة علي المقام مخزن واحد كاف لمدينة طيبة فلما سبعة مخازن؟ أولا إن طيبة هي مركز مصر وسوف تكون مرجعا ومقصدا لكل مدن مصر والبلدان المجاورة ومن البدهي أن مخازنها يجب أن تلبي حاجاتهم جميعا طوال سبع سنوات ثانيا بما أن الحنطة سوف تدخر بسنابلها فسوف نحتاج إلى مخازن أكثر علي المقام لما السنابل فهذا يحتاج إلى مخازن كثيرة علينا أن نصطاد عدة طيور بسهم واحد فمن حيث نقوم بالدخار الحنطة اللازمة للناس نقوم بالدخار العلف للبهائم إذن علينا بناء نوافذ في أسفل المخازن لإخراج القمح بسهولة هذه المخازن يجب أن تبنى بطريقة تكون فيها بمأمن من رطوبة الأرض ومطر السماء وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض لنحصل على حفرة كبيرة مستطيلة وفي هذه الحفرة تصنعون سردابا متينا بواسطة الحجارة ثم تبنون المخازن جنبا إلى جنب على السقف المتين لهذا السرداب ولحماية الحنطة من المطر يجب أن يكون سقف المخازن مغطا تماما ويجب تصميم نوافذ في القسم الأعلى من المخازن لكي يتم من خلالها ملؤها بالحنطة هذا في غاية الإتقان فبهذه الطريقة تبقى الحنطة بمأمن من بلل الأرض هذا صحيح تماما يجب بذل الجهود لبناء سبعة مخازن في كل مجموعة فيتم ملؤ واحد منها في كل سنة وفي زمان القحط يتم تناول الحنطة من واحد منها أيضا عالي المقام لما نقوم ببناء المخازن بمجموعات ولا نبني كل منها على حدة لأن حراستها سوف تكون أهوا ويقل عدد الحراس المطلوب لحراستها بأضعاف عالي المقام إن أذنت لنا فعلينا البدء برسم خرائط المخازن أنا عملت عليها سابقا يمكن لكم البدء ولا يخف على المشرفين المحترمين أنه بالتزامن مع بناء المخازن عليهم أيضا أن يبدأ ببناء القنوات والمجاري التي تنقل ماء النيل من النهر إلى المزارع البعيدة والنائل ليشرع المزارعون بالزراعة على نطاق واسع أقوى أتكلم معك أقوى اضرب بشكل أقوى عليكم باستخدام الأشخاص الذين من شأنهم أن يعملوا بسرعة ودقة في جمع الضرائب وعليكم بإعطاء الوثائق المكتوبة لمن قام بدفع الضريبة ليطمئننا إلى التزامنا بإعفائه ونفس هؤلاء المستخدمين عليهم أن يجمعوا خمس المحصول المزارعين والحفيين ويعطوهم الوثائق المكتوبة إزاءها فيعلم من هذه الوثائق مقدار الحنطة المستحقة لكل مزارع وصاحب مهنة في زمان القحط يا عالي المقام من أين سيتم تأمين رأس المال لبناء هذه المخازن؟ من الواضح أن بناء هذه المخازن سيكون من نفس هذه المواد إن كان ثمت سؤال فأنا أسمع وإلا فلم يعد لدي ما أقوله اذهبوا وابدأوا عملكم الجادة والدأوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المكان مناسب أرجو أن يعجب نبي الله أيضا سوف يقبلوا به حتى ولو كان خرابا اسبرا لنراه من الداخل هيا هيا اشتركوا في القناة 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 وتثبت أنك معفا من الضريبة شكرا على المقام التالي هذه ضرائب ثلاث سنوات بناء على هذه الوثيقة فأنت معفا من الضرائب لست سنوات التالي أهلا بك جناب مالك تفضل عفيتم عفيتم انتبهوا تفضل جناب مالك هذه المخازن يجب أن تبنى بطريقة تكون فيها بمأمن من رطوبة الأرض ومطن السماء وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض لنحصل على حفرة كبيرة مستطيلة وفي هذه الحفرة تصنعون سردابا متين بواسطة الحجارة ثم تبنون المخازن جنبا إلى جنب على الصقف المتين لهذا السرداب تفضل 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 إلى أين يذهب يوزر سيف يذهب؟ يوزر سيف يذهب إلى مانفرس ليطمئن على الزراعة وبناء المخازن قرر تفقد جميع المدن عن كثب يوزر سيف يذهب إلى مانفرس ليطمئن على الزراعة يوزر سيف يذهب إلى مانفرسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علي ان اوبخك اولا لينطلق لسانك لن تكون سعيدة بسماع الخبر فقد سافر يوزار سيف الى منفس ليس قمات رأسك وحده ما يجعلك كالافعى بل ان كلامك المسموم اسوأ من سميها هلا جئتني بنبأ سار ولولي مرة ممن سمعت هذا؟ لقد رأىه اهل الطيبة في المرسى عندما كان مغادرا استطلع الامر سريعا واتيني بالخبر اليقين لقد شق الامر علينا سوف يصعب علينا من الان فصاعدا ان نراقب يوزار سيف فهو كل يوم في ناحية من انحاء مصر لقد تأخرنا كان ينبغي قتل يوزار سيف قبل سنوات من الان هذا كله بسبب عدم جدارتكم وإلا فما كان ينبغي ديوزار سيف ان ينجو بحياته جاءتنا الانباء بمقتل الضابط الذي زرعناه في القصر لعله قد انكشف عندما كان يحاول ان ينقض على يوزار سيف ليقتله فقتل تعلمون انه لو لم يقتل فما الذي كان ليفعله بناء من حوتم؟ هذه عنايات امون العظيم لا ينبغي ديوزار سيف ان ينجح في مبارزة القحط قوموا بالدخار الحنطة ما استطعتم الى ذلك سبيلا وعليكم ان تكونوا عقبة امام نجاح مساعي يوزار سيف عليكم ان تقوموا بارسال الرسل الى جميع المعابد في كل ارجاء مصر لتأليم الناس تيقنت من الامر؟ لقد غادر اليوم صباحا مع اصحابه قاصدا منفس كان قلبي يأنس لوجود يوزار سيف في المدينة ماذا سأفعل الان؟ يا اهل هذا مصر القادرة يا امون العظيم هكذا يكون جوابك لتأوي لقد تضرعت اليك كنت قرب يوزار سيف مني فقمت بابعاده عني اكثر انا لا ادري لا ادري لما يقوم الهه بتقديم العون له اما انتم فلستم تكترثون لحاجاتي شكرا للم يقوم بالياحاتي للمدينة تعabi هو بكرة نعم أتريد شيئا؟ هل تذهب لدفع الضريبة؟ أين عقلك يا رجل؟ لما توضع هذه الأموال عند هؤلاء؟ لا فرق عندي سواء أحل القحت أم لم يحل سوف أعفى من ضريبة السنتين إن دفعت ضريبة سنة مقدمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يحيى نبي الله يوزر سيف تحية الله عليكم انتهت حراسة الأراضي الآن في هذه المنطقة واليوم أيضا سوف يتم بذرها عفاكم الله كان الله في عونكم حاولوا أن لا تبقى أي قطعة من المزرعة خلية من البذور هيا انطلق وهل عرفتم مقدار الحنطة لتبنو كل هذه المخازن؟ حنطة سبع سنوات لأهل مصر يتم ادخارها بسنابلها فنكون بذلك قد ادخرنا الحنطة للناس والعلف للبهائم يوزر سيف يتخذ الناس سخرية فمتى كانت الحنطة تدخر بسنابلها؟ ها 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 اشتركوا في القناة هيا اسرعوا هيا اسرعوا الوقت ضيق لنثر البذور هيا اسرعوا كنت أعلم أجل كنت أعلم وأن نبوءة يوزر سيف صادقة وواكعة كنت أعلم هذا أول غيث نبوءة يوزر سيف لم أشك أبدا في حدوث ذلك هذا المطر يعني أن السنوات السبع من الوفر قد بدأت أليس هذا عجيبا؟ فهو يعلم بكل شيء كيف أمكن يوزر سيف أن يفتل بكل الثقة؟ إن أمامنا سبع سنوات من الوفر يقولون إن ربه يطلعه على كل شيء ولماذا إذن لا تطلعون أليهتنا؟ لماذا لا تتنبأ بوقوع شيء أبدا؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يحيى خادم معبد الآلهة تحية الآلهة عليك تحمل حنطتك لتقوم بتسليمها؟ أجل يجب أن نتدخل لأجل زمان القحط وما أدراك أن حكومة يوزر سيف سوف ترد لك الحنطة إذا ما حل زمان القحط؟ لا أدري لا أدري وعد بردها إن أنت قمت بالدخار حنطتك في بيتك ألن يكون بالك مرتاحا والحنطة معك؟ ولكن يوزر سيف إنسان صالح وأنا أثق به كل التقاطة المرء يعرف وقت الضيق فعندها تتبين الحقيقة يوزر سيف في زمان القحط قطعا سوف يكون مختلفا عن يوزر سيف في زمان الوفرة توقف توقف سوف أبقى هنا بينما تقومون أنتم بتفقد المزارع الأخرى هل ترحبون بضيف غير مدعو؟ أهلا بك سنسر بذلك تحية الله عليكم شكرا لك هل كان حصاد العام وافرا؟ بشكل لم أرى مثلا له طوال عمري حتى إن أجدادنا لم يذكروا لنا يوما حصادا كهذا كل من يتعب ويسعى سوف يرى نتيجة أعماله مهما حصادنا فلسنا نقع على آخره هذا جيد فغاية أمل كل مزارع أن يكون حصاده وافرا عزيز مصر مستمر في الدعاء وربه مستمر في سقاية الأرض أنا أيضا على يقين أن كل هذا من أثار ربي يوزر سيف أخبرني أنت هل تقوم بمساعدة أبيك؟ أجل أقوم أنا وأختي بجمع السنابل بعد أن يقوم أبي بحصادها أحسنت يا فتى أحسنت أنت ستكون رب البيت التالي يجب أن تعين أباك أنت لم تأكل شيئا هذا يكفي شكرا لكم حفظكم الله حفظك الله ورعاك من كان؟ لم أسأله عن اسمي لم تعرف عن نفسك من أي البلاد أنت؟ أنا يوزر سيف خادمكم هيا انطلق لا يمكن أن أصدق كان هذا يوزر سيف؟ أجل يوزر سيف عزيز مصر حل ضيفا علينا وشاركنا طعامنا فلتحفظك الآلهة يا يوزر سيف ما أجمله وأبهاه؟ ترجمة نانسي قنقر هذه المنطقة المحصودة بقي القليل هناك هذه يتم حصادها اليوم لا تبقوا ولو على سنبلا أحصدوها جميعا فليكن الله في عونكم انطلقك 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 ترجمة نانسي قنقر كم؟ خمسة ألاف أنت هل تزرع على أرضك أم تزرع على أرض الحاكم؟ على أرض الحاكم كيف كان حتى الآن تجاوب الناس مع تسليم الحنطة؟ لم يكن كما ينبغي لقد تسبب الكهنة في امتناع الناس عن تسليم الحنطة بما أشاعوه من التشكيك بينهم أضعوا الناس إلى هنا أريد أن أتكلم معهم اسمعوا اسمعوا جناب يوزارسيف يريد أن يخاطبكم ضعوا أحمالكم على الأرض واتركوا أعمالكم اقتربوا اقتربوا تعالوا تعالوا لقد أخبروني أن الكهنة يحاولون ثني الناس وصرفهم عن تسليم الحنطة حسنا أنا لن أمانع ذلك كل منكم حر التصرف في حنطته ويمكنه أن يحتفظ بها عنده في بيته لكن لا بأس أن أكرر عليكم هذا الأمر مرة أخرى نحن في زمن القحط لا نعطي الحنطة لأحد إلا أن يكون قد أوضع حنطته لدينا حكومة مصر ملزمة بأي شكل من الأشكال بأن تؤمن لكم الحنطة إن كنتم قد أوضعتم حنطتكم عندها مسبقا ولهذا إن عمد أحدكم إلى الدخار حنطته عنده وفسدت حنطته لأي سبب من الأسباب سوف لن يستلم أي حنطة منه وأنا هنا أوصيكم بأن تضمنوا قوت عوائلكم عبر إذاع الحنطة في مخازننا عليكم إخبار الآخرين بهذا الأمر مالك فلننطلق إن بقيت حنطتي هنا فسأكون مرتاح البال أنا لي ملء الثقة بيوزر سيف وأنا أيضا موسيقى لقد قالوا أن تدخر الحنطة بسنابلها فماذا تفعل أنت؟ أنا أدق القمح هذا ما أفعله دائما لكن الظرف الآن مختلف عن السابق فنحن مقبلون على قحط أنا لا أصدق ذلك فهذا كلام يوزر سيف أي قحط؟ وماذا إن حل القحط؟ أنا واثق أنه لا يوجد أي قحط ولن يكون فلنفترض أنه حل فأنت الذي لم تدخر ماذا ستفعل عندها؟ في هذه الحالة أشتري الحنطة من الحكومة لكن على حد علمي أنا فإن الحكومة لا تعطي الحنطة إلا لمن أقدم على ادخار الحنطة في مخازنها وحصل على مخزون من الحنطة لزمان القحط عندما نرى علامات اقتراب القحط عندها نقوم بالإدخار لكن ما إن يبدأ القحط فالإدخار يصبح غير ممكن فالذخيرة هي ما قمت بإرساله سابقا لكن ما إن تمسك السماء قطرها فإن الأرض لن ترى قطرة ماء واحدة ولن تنمو حبة قمح واحدة أعجب منك كم تتكلم بثقة كما لو أنك خليفة الآلهة على الأرض أو كما لو أنك تأتي من زمن قادم وعينت الأحداث أجل أنا رسول الله سبحانه على الأرض قحط مصر مثله كمثل يوم القيامة إن زرعتم وادخرتم في هذه السنوات السابع التي تقضونها في مزرعة الدنيا فسيكون لكم حصادا في سنوات القحط التي هي بمثابة الآخرة لكن من يغفل عن الاجتهاد والإدخار فلن يكون صاحب زاد يعينه في يوم المعاد عليك بالإدخار لزمان القحط لم تقل من أنت يوسف أنا يزرسيف ترجمة نانسي قنقر سيدة زوليخة هذا أنت ردامون هل جئتني بنبأ عن يوزرسيف؟ ما زال خارج المدينة يقوم بالإشراف على بناء المخازن وزراعة البستين وجمع الضرائب إنه مشغول بجمع المحاصيل ومواجهة القحط في السنوات الخمس التي مضت لم يزر طيبة إلا بضع مرات وذلك للتشاور مع أخناتون وأطلاعه على الأعمال هل لا أخبرتني إن جاء هذه المرة؟ سوف أحاول أن أحدث أصحابي في القصر ليقوموا بإخبار إن رأوا يوزرسيف أو سمعوا خبره أنا أريد أن أسرح جميع حراس القصر لم يتلقى حراس القصر رواتبهم منذ مدة أنت أمين القصر عندي كان ينبغي أن تطالب سوفر في دفعه رودامون لا يقوم بأي عمل دون إذن من السيدة قم بدفع رواتب كل خدام القصر فهذا القصر لم يعد يحتاج إلى هؤلاء الحراس بعد موت بوتيفار أبدا سرح الجميع ادعي خوفه وسوفر ليحضره لكن سيدتي لا أمانة في القصر من غير حراس ستصبحون في معرض السرقة بالي مرتاح طالما أنت هنا أعلم أن عواقب هذا القرار خطرة وأني لا أستطيع أن أطلع بهذا الأمر وحدي لكنني أطيع أوامر السيدة زليخة لقد كان هذا القصر في الماضي تابعا للرجل الثاني في هذه الدولة بوتيفار أما الآن فيخص أرملة منكسرة مهزومة مفلسة لا هي حراسة ومتشوقة لذلك القصر ولا هي متحمسة لمتابعة هذه الحياة ولولا الشعلة التي أوقض نارها يزارسي في قلبي لكنت قد خلصت نفسي من قيد هذه الدنيا منذ زمن المحيد أشعر أنه لا وجود لأي شيء في حياتي ما خلص يزارسي عليك أن تدفع الرواتب المتأخرة لكل الحراس وخدم القصر وسرحهم جميعا مع دار دمون لم أعد قادر على دفع رواتبهم جناب خوف عليك بتسريح كهنة المعبد لم يعد بمقدورنا تأمين كل احتياجاتهم كان على معبد آمون أن يغلق منذ أن وصل كافر إلى تولي أمور هذا القصر عبثا كان مفتوحا حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر